وفاة لاعب مطروح سامي سعيد بعد بلع لسانه أمام السلوم في القسم الثالث أهلا بكم متابعين محمد سيف الدين الحكم أحمد حمدي ألغى المباراة اللي كانت ما بين مطروح والسلوم في القسم الثالث وده قبل نهايتها بحوالي 15 دقيقة بعد بلع اللاعب سامي سعيد لعب مطروح لسانه أثناء المباراة وطبعا الجهاز الطبي للفرقين حاول إسعاف اللاعب ده قبل ما يتم نقله بالإسعاف لأحد المستشفيات لكنه فارق الحياة قبل ما يخضوه من داخل المباراة يودوه أي مستشفى وفاة اللاعب سامي سعيد بعد بلع لسانه أثناء اللقاء اللي كان بيقام في مجموعة الإسكندرية ومطروح لينهي الحكم المباراة بعد هذه الإصابة ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويمد له في قبر مادة بصري وطبعا في حالة شديدة جدا من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي بعد وفاة اللاعب سامي سعيد ربنا يا رب يغفر له ويصبر أهله ده كان موضوع حلقتنا النهاردة ياريت ندعيله بالرحمة وما تنساش تعمل لايك للفيديو واتشرفنا بالشراك في القناة كان معكم محمد سيف السلام عليكم